موسيقى تحت رعاية معالي وزير السياحة والأثار يقام مهرجان التراث الرابع سنويا هذه الدورة الرابعة تبعتوا هذا المهرجان والبازار يضم مشاركة من إخواننا من فلسطين ومن كل محافظة من فلسطين بالأضافة كمان بالرئيسي للمحافظات الأردنية يهدف هذا البازار إلى دعم صمود الأهل في فلسطين ودعم المنتج الحرفي وتسويقه في كل محافظات المملكة بالإضافة للتسويق الخارجي هذا البازار بدعم الأسر المحتاجة بالإضافة لبعكس تراث وحضارة الأردن عبر السنين وبرتادوا عدد كبير جداً من الجمهور ويشارك في هذا البازار أكثر من 120 عارض من كل محافظات المملكة بالإضافة لمحافظات فلسطين البازار يضم حرف وأشغال يدوية بالإضافة لمنتجات ريفية بالإضافة لرسومات وأشغال فنية فهذه كلها تقريباً تعكس التراث والحضارة للأردن والفلسطين بالدرجة إحنا مشاركتنا هون أردني فلسطيني عسبت إنه إحنا التراث الفلسطيني التراث الأردني حضارة تراث من مئات السنين إحنا بنسبت تراثنا بنسبت أجدارنا كيف عاشوا أنا شوفت ستية كان عمرها 65 سنة بتلبس التوب الفلسطيني وإمي ماتتوا إلى بس التوب الفلسطيني وهي أنا 66 سنة بلبس برضو التوب الفلسطيني طرازي التوب إمي وعمر 12 سنة مشاركين بمعرض التراث الرابع بمنتجاتنا البلدية البيتية طبعاً إحنا بنشتغل كل إشي بخص مونة البيت البلدية هاي منتجاتنا كلها شغل يدوي سماق بلدي زعتر بلدي خل تفاح دبس رمان مقدوس زيتون جميع أنواع المخللات فريكة بلدية جريش قمح كل المنتجات اللي تستخدمها ستة البيت بالمطبخ بالنسبة للمنتجات تاعتنا أكتريتها تراثية في عنا القطين في عنا الخبيصة في عنا القريش في عنا البطم في أشياء كثيرة كمان هذا الجيل الجديد بعرفهاش كمان بنعرف المستهلك عليها نحن جايين من الكرك من جامعة موت الساكنين يعني هون عكا أنا بعمل عندي بعمل جميد جبني السمن البلدية الجميد فيه من محوج اللي هو بنحط عليه السمن البلدي والجميد الأبيض هو حاليه بغنم صافي عنا معمل بنشتغل فيه وبنسوق هون في المهرجانات في البازارات إنه هسا يعني المنصف البلدي المنصف يعني المنصف الكراكل المنصف الأردني يعني يعرفوا إنه هذا الناس يم يجي يشتري ويعرفوا إنه هذا اللبن الصح اللبن المقفول المو مغسوش ترجمة نانسي قنقر